وبدأ أن المباراة كانت سهلة على حامل اللقب عندما أنهى الشهوط الأول متقدما بفارق 27 نقطة إلا أن تورينتو نجح في العودة لأجواء المباراة وكاد أن يحسمها لصالحه لو لا تألق لعب جولدن ستايت كيفن دورانت الذي نجح في تجيل نقطتين لفريقه قبل 21 ثانية على النهاية ليساعد فريقه في تحقيق فوزه الثاني عشر على التواري خارج أرضه ليستمر جولدن ستايت في صدارة المنطقة الغربية برصيد 79 نقطة وفي مباراة ثانية تغلب أكلهوما سيتي ساندرز على تشارلوت هورينتس بنتيجة 101 ل91 نقطة ليحقق أكلهوما انتصار الثالث والعشرين مقابل عشرين هزيمة بينما تعرضت تشارلوت لخسارته الخامس والعشرين مقابل ستة عشر انتصارا